حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني اسماعيل بن رجاء قال سمعت أوسبنا ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري البديرية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كان هجرتهم سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤمر رجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أوي إلا بإذنه حثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى الله به عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا فقال له الرجل ما عملت من مثقال ذرة من خير أرجوك بها فقالها له ثلاثا وقال في الثالثة أي رب كنت أعطيتني فضلا من مال في الدنيا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي أتجاوز عنه وكنت أيسر على المواسر وأنظر المعسر فقال عز وجل نحن أولى بذلك منك تجاوز عن عبدي فغفر له فقال أبو مسعود هكذا سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل آخر أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذرونه في يوم ريح عصف ففعلوا ذلك به فجمع إلى ربه عز وجل فقال له ما حملك على هذا قال قال يا ربي لم يكن عبد أعصلك مني فرجوت أن أنجو وقال الله عز وجل تجاوز عن عبدي فغفر له قال أبو مسعود هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حانا يزيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيسي بن أبي حازمين عن أبي مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله أني لا أتأخر في صلاة الغدات مخافة فلاء يعني إمامهم قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ فقال أيها الناس وإن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة حثنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ومحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيسي بن أبي حازمين عن أبي مسعود الأنصري قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان هاهنا قال ألا وأن القصوة وغلاظ القلوب في الفدادين أصحاب الأبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضرقال محمد عند أصول أغناب الأبل حثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن نعايمين المجمري عن محمد يعني ابن عبد الله عن أبي مسعود قال قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقرأت هذا الحديث على عبد الرحمني مالك عن نعايم بن عبد الله أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره عن أبي مسعود حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عاصمين عن المسيب بن رافع عن علقمة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في الليلة كفتاه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عبيد الله بن القاسم أو القاسم بن عبيد الله بن عطبة عن أبي مسعود قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن هذا الأمر فيكم وإنكم ولاته ولن يزال فيكم حتى تحدثوا أعمالا فإذا فعتم ذلك بعث الله عز وجل عليكم شر خلقه فيتحيكم كما يلتح القضيب حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني ابن شيهاب أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حدثنا محمد بن عبد الله بن المثن قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا حمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود عقبة بن عمر النوء الأنصري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيدي بن عبد ربه الأنصري أخي بالحارث بن الخزرج عن أبي مسعود عقبة بن عمر النوء قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله فقال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسنا حسين بن محمد حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير اللى الطيمية يحدث عن أبي معمر الأزدي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تجزي أصلاة لرجل أو لأحد لا يقيم ظهره في الركوع والسجود حسنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو إويس قال قال الزهري إن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامي بن المغيرة حدثه أن أبا مسعود الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ بن الحارث بن الخزرج وهو جد زيدي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو أمه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله وهو أبن المبارك قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل لهم ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم قال بئس مطية الرجل حثنا عفان حدثنا همام حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال لنا أبو مسعود البدري ألا أصل لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكبر فركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه وجاف عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فاستوى قائما حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد وجاف عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فاستوى جالسا حتى استقر كل شيء منه ثم سجد الثانية فصل بنا أربع ركعات هكذا ثم قال هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن إسماعيل أنه سمع قيس بن أبي حازمين يحدث عن أبي مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن فلانا يطيل بنا الصلاة حتى إني لا أتأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضبا في موعظة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيكم منفرين فمن؟ أما قوما فليخفف بهم الصلاة فإن وراءه الكبير والمريض وذاء الحاجة حثن يحيى بن زكريا بن أبي زائد تحدثني أبي عن عامر قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة فقال ليتكلم تكلمكم ولا يطيل الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم فقال قائلهم وهو أبو أمامة سأل يا محمد لربك ما شئت ثم سل نفسك ولأصحابك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك قال فقال أسألكم لرب عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤون وتنصرون وتمنعون وتمنعون مما منعتم منه أنفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة قالوا فلا كذلك حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا مجالد عن عامر عن أبي مسعود الأنصاري نحو هذا قال وكان أبو مسعود أصغرهم سنا حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبية يقول ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطائي بن سائب عن سالمين أبي عبد الله قال قال عقبة بن عمر ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام وكبر ثم ركع وجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استقر كل شيء منه ثم سجد فجاف حتى استقر كل شيء منه قال فصل أربع ركعات ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو هكذا كان يصلي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عفان حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلماء إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحوس ورجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا مواسرا وكان يخالط الناس فكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر قال فقال الله عز وجل لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه حدثنا أبن نمير ويعلو محمد يعني ابن عبيد قال أنا الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أبدع بي فاحملني قال ما عندما أحملك عليه ولكن أتي فلانا فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله قال محمد فإنه قد بدع بي حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن رجل من الأنصاري كان أبا شعيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لقصابا فأمرته أن يجعل لنا طعاما لخمسة رجال قالا ثم دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب قال هذا قد تبعنا إن شئت أن تأذن له وإلا رجع فأذن له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بأي إن قطع بي فاحملني فذكر الحديث حان عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم اللي الطيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال بين أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من ورائي أعلم أبا مسعود ثلاثا فاتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لله أقدر عليك منك على هذا قال فحلفت أن لا أضرب مملوكا أبدا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن أبي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهني حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال كنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر مرة فقال له عروة بن الزبير حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعب تأخر الصلاة مرة يعني العصر فقال له أبو مسعود أما والله يا مغيرة لقد علمت أن جبريل عليه السلام نازل فصل وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الناس معه ثم نزل فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الناس معه حتى عد خمس صلوات فقال له عمر انظر ما تقول يا عروة أو أن جبريل هو سنى الصلاة قال عروة كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود فما زال عمر يتعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أنبأنا شعبة وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت أحدث عن أبي مسعود حديثا فلقيته وهو يطول بالبيت فسألته فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في الليلة كفتاه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن اسمعيل بن رجاء قال سمعت أوسبن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن له أو بإذنه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبا وإلين يحدث عن أبي مسعود أن رجلا من قومه يقال له أبو شعي بن صنع طعما فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أأتني أنت وخمسة معك قال فبعث إليه أن إئذن لي في السادس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبا عمر الشيبانية عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي أن يوم القيامة بسبعمائة ناقة مختومة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن علقمة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من البقرة في ليلة كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود فحدثني به حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في الليلة كفتاه حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوسي بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤمن رجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا أن يأذن حان روح قال حدثنا شعبة والثوري قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال سمعت أبا مسعود عقبة بن عمر البديرية يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت حثنا يحيى عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن رجاء وإسماعيل يعني ابن علية قال شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوسي بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه قال إسماعيل ولا في أهله ولا يجلس على تكريمته قال إسماعيل في بيته إلا بإذنه أو يأذن لك حان يحيى وعبد الرحمن عن سفيانا عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وما وواكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عقبته بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في الليلة نكافته حتىنا إسماعيل ويزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفاني لموت أحد قال يزيد ولا لحياته ولكنهما آيتاني من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا حنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير ألا الطيمي عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة قال وكيع ويقولوا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلي أني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا حنا وكيع حدثنا الأعمش وابن نمير قال حدثنا الأعمش وابن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال ابن أبي زائدة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لأحد لا يقيم فيها ظهره في الركوع والسجود حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت عمارة بن عمير مثله حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل فذكره حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيسين عن عمري بن ميموء عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا عبد الرحمن هو أبن مهدي عن سفيان عن أبي قيسين عن عمري بن ميموء عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في الليلة الله الوحيد الصمد حدثنا محمد بن جعفر وبهزون قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود قال بهزون البادري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة